نختم معك الجولة من الجريدة ومنها نقرأ مقتل وإصابة 17 مواطنا في اشتباكات بين المؤيدين والرافضين لوالي كسلا تجدد الاشتباكات أمس بولاية كسلا وقتل فيها شخص واحد بينما أصيب 17 شخصا وتعرض فندق المك نمر بكسلا لحريق تم احتواؤه وأصدرت لجنة الأمن بالولاية قرارا بفرض حظر التجوال على إثر ذلك وقال شهود وعيان إن تفاصيل أحداث بدأت من سوق كسلا حينما استخدم مجموعة من المواطنين المؤيدين للوالي مكبرات صوت محمولة على متن سيارات للترحيب بقدوم الوالي وتصدى الرافضون للوالي للمسيرة مما أدى لوقوع احتكاكات أفضل إلى إغلاق السوق نترحم على كل روح فقدناها وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعوض للجميع لكن ما زالت دم السوداني مصفوق في كل بقاع السودان كيف تقرأ هذه الاشتباكات أزمة كسلا أخذت منحنة آخر بين الرافضين ومؤيدين يعني هي مسألة موسفة حقيقة هذه واحدة المسألة الثانية يعني أنا في ظن أن إرادة الدولة ليست موحدة في مواجهة هذا الأمر يعني قبل فترة تم تشكيل لجنة رباعية اشتركة بين المجلسين السيادة والعسكري السيادة والمجلس المزراء لوضع مقترحات وفي ظن أنها وصلت إلى مقترحات لكن لم يتم تفعل هذا الأمر حتى الآن بالتالي أنا أبتكر أنه يعني توحيد إرادة الدولة وعزيمتها في مواجهة مثل هذه متى تتوحد إذا تم إعلاء المصالح العليا وإذا تمت قناعة حقيقية بأهدف هذه الصورة وضرورة تطبيقة وضرورة تجاوز الماضي وضرورة عدم الخضوع للمزايدات والابتزازات التي تحزز من هنا وهناك يعني هناك حديث حول أصابع خارجية تحرك هذه المشكلة هل تتفق مع ذلك؟ والله أنا لا أتعلم أنا أسمع كثيرا طبعا والإشارة لأريتريا الفكرة ما بعيدة ماذا أريتريا برأيك؟ الأريتريا هي دولة الجوار أريتريا هي الدولة التي تشهد التداخل السكريا بينه وبين السودان أريتريا هي التي يعتقد كثير من الناس أنها هي الدولة التي نزح منها كثير من المواطنين وحصل على الجنسية السودانية لكن بغض النظر عن كل هذه المعطيات لكن أنا في ظن أن أريتريا ليس من مصلحة بأي حال من الأحوال أن يكون السودان غير مستقر هذه واحدة المسألة الثانية هناك تحركات من تيارات التوجهات السياسية معروفة ولم تكن في يوم من الأيام على وفاق مع أريتريا بالتالي يعني الآن القوى أو العناصر أو الرموز التي تتصدر المشهد هي بعد ما تكون عن أريتريا بالتالي أي حديث عن دول أريتريا في تصعيد الأزمة تصبح قير دقيقة على الأقل يعني هذه الجهات التي تحرك المشهد داخليا برأيك كيف يمكن للحكومة أن تصل معهم لتجاوز هذه الأزمة هل من حلول أمنية أم حلول سياسية أم حلول قبلية يعني هي طبعا يعني المنطق يقول أنه يجب أن تعلق قيمة الحلول السياسية بشكل أساسي كيف يمكن ذلك بالدرجة الأولى بالحوار طبعا بالحوار وفرض سيطرة الدولة يعني مهما نحن لما نتكلم عن فرض هيبة الدولة لا نتحدث عن حلول أمنية بيحة من الأحوال الاثنين مختلفين تماما أن تكون للدولة هيبة وأن تنالي احترام الرأي العام واحترام المؤسسات وتقديرها تختلف عن السلطة الأمنية التي كانت تستخدم في أوقات سابقة وهذا ليس هو الحل بيحة من الأحوال لكن هناك حل أمني حضر التجوال وإقلاق السوق هذه إجرات استثنائية هذه إجرات استثنائية للسلطات تقديرة طبعا لا نستطيع أن نتحدث من هنا عن هذه التقديرات لكن من الواضح أنه الوضع الأمني بفرض اتخاذ هذا الإجرات استثنائية وليس حل بيحة من الأحوال يعني هناك أصوات تنادي باستقالة الوالي لحقنا الدماء فتتفر مع تلك الأصوات أنا شخصيا واحد من الذين كتبوا بشكل مباشر وطالبت الأستاذ صالح عمار أن أقدم استقالته لرغم الصدع وتجاوز الأزمة هذه وجهة نظر خاصة لا أستطيع أن أفرض ولا أدعي صحته أيضا لا أدعي صحته أيضا لا يعتبر هذا ابتزاز دولة نعم هناك من يرى ذلك هناك من يرى أنه إذا استغاث صحته عمار هذا سيفتح الباب لكثير من التيارات والقيانات أن تمارس نفس اللعبة للممارس نفس التصعيد ونفس اللعبة لكن على كل حال تظل المسألة مسؤولية مشتركة بين كل شيء السلطة الانتقالية فأن تقوم بدورة لتجاوز هذه الأزمة يعني ما المخرج والرؤية التي يمكن أن نعمر بها بسلام من هذا المأذق يعني الحوار السياسي هو الخيار الأساسي أشكرك شكرا